اهتمام بشكاوى المواطنين هي رسالة أنا أعتبرها مقدسة لأنه لدينا إهمال ولدينا تجني ولدينا استرخاء في التعامل مع مشاكل المواطنين لكن أنا هنا أتعامل بقدر ما أستطيع مع السادة المسؤولين وبكل الوسائل المتاحة للوصول إلى حق الناس لأننا اليوم نعيش في ظروف استثنائية يجب أن تتعالى الأصوات وأعني هنا بالأصوات الشريفة النقية الواضحة التي تنتمي لوطن والانتماء للوطن اليوم في هذه الظروف نحتاجه كثيرا لأننا لا نريد أن نحسب على كتل سين ولا نحسب على الكتل ساد ولا ندخل في جدليات أو ندخل في صراع هنا أو هناك وهذه الصراعات كلها كما اطلعتم عليها وكما عشناها هي صراعات تتحرك من وحي المصالح وأية مصالح هي المصالح الضيقة والتي تارة مرة يلبسونها ثوب الوطنية ومرة تلبس بثول المكون ومرة تلبس بثول الاستحقاق الانتخابي لا نريد أن نكون جزءا من هذا أو ذاك نريد أن نكون جزء من جراحات أهنة وألامهم وفي الطرف الآخر أيضا نريد أيضا مسؤولين يتحركون بهمة وإيمان ووعي مستقر لغرض التفاعل مع هذه المشاكل لأنني دائما أقول المسؤولية يحملها الرجال والرجال هم الذين يؤدون هذه المسؤولية بشرف ترجمة نانسي قنقر